اشتركوا في القناة وان يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته آمين اللهم آمين موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر ولما عرف هذا الطاغية المتكبر المتجبر فرعون عليه لعنة الله بأن موسى خرج ببني إسرائيل من مصر نادى في جنده فجمع العدد الكبير حشر الجند ليخرج في أثر موسى عليه وعلى نبينا السلام وطبعا مما هو معروف وقد ورد أيضا في الحديث أن يوسف عليه السلام كان مدفونا بمصر ولما خرج موسى عليه السلام أخذ معه جسد يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام قضى حياته في مصر ثم مات فيها ودفن ولكنه عهد إلى بني إسرائيل أن يعني إذا خرجوا من مصر أن يحملوا عظامه معهم فموسى عليه السلام بعد قصة طويلة أخذ جسد يوسف عليه السلام معه ومع بني إسرائيل وأرادوا الخروج وعند شروق الشمس لقيا أو أدرك فرعون عليه لعنة الله موسى عليه السلام كما قال ربنا فأتبعوهم مشرقين أي عند شروق الشمس نظر بني إسرائيل فإذا بالبحر من أمامهم وإذا بفرعون وبجنده من خلفهم فلما رأى أصحاب موسى عليه السلام هذا قالوا إنا لمدركون إحنا إما إن إحنا المياه فغرق وإما السيف أو الجند فالقتل وطبعا الأصل في الإنسان أن يتعلم ما ينجو به ده المفترض يعني ممكن تضطر مرة من المرات أنك تسبح مثلا تنزل المياه هتموت لو ما بتعرفش السباحة فهم لم يتعلموا هذا كان يعني هنا الطريف أن الحجاج الثقفي طبعا كانوا هم قديما بيهتموا بمسألة تربية الأولاد وتعليم الأولاد فالحجاج يعني أتى بمعلم لأولاده فقال المعلم أيها الأمير بأيهما أبدأ بالكتابة أم بالسباحة فقال الحجاج بل ابدأ بالسباحة وطبعا ده كان شيء غريب بالنسبة للمعلم ليه الأصل عندنا أن نحن بنعلم الأولاد القراءة والكتابة والكلام ده ولكن من مهمات الأمور أن تعلم الولد ما ينجو به فهو المعلم سأل الحجاج قال ولما أي ولما أبدأ بالسباحة قال إن ولدي إذا أراد من يكتب عنه وجد الكثير ابني لو عايز حد يقرأ له حاجة يكتب له حاجة يا السلام من البلد ملانا بكالوريوس إنما إذا أراد أن يسبح فلن يجد ده بابني واع في المياه حد هيسبح مكان حد لا أداء الأهم بالنسبة للحجاج أن يتعلم الولد ما ينجو به هؤلاء ما تعلموا قتالا وإلا كانوا قاموا ورفعوا الضر عن أنفسهم وما تعلموا سباحة حتى ينجو يعني هؤلاء إذا ما اضطروا إنهم يسبحوا فقالوا إنا لإيه إنا لمذركون إحنا موتنا موضوع إيه خلص موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهديم أوحى الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فضرب موسى عليه السلام البحر بالعصار فانفلق أي البحر فكان كل فرق كالطوض العظيم جبال انحسرت وأصبحت هناك طرق في البحر مشى فيها بني إسرائيل وهذه طبعا معجزة عظيمة وكبيرة وظاهرة ظاهرة لبني إسرائيل وظاهرة للفراعنة طب يعني الفراعنة اللي جايين دول من تشوفتم الآيات وهذه ليست أول الآيات ولا آخرها أيضا الآيات مع موسى عليه السلام كانت كثيرة ولكن أيضا مع هذه الآيات التي رأوها ما عادوا وما تابوا وما ندموا بل أرادوا قتل موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل وبني إسرائيل أيضا يعني في هذا آية كبيرة لهم ومع ذلك أيضا هم لم ينظروا إلى هذه الآية كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى حينما يجاوز بني إسرائيل البحر فأصبحت هناك طرق في البحر نزل بنو إسرائيل فمشوا في هذه الطرق وأتى الفراعنة فرعون مع جند نزلوا أيضا إلى هذه الطرق جاوز بنو إسرائيل البحر بسلام وأمر الله سبحانه وتعالى البحر ثانية أن يعود إلى ما كان من طبيعته وهيئته طبعا بعض العلماء بيذكر أن البحر كانت أن البحر لما ضرب كان فيه طرق بعدد إيه الأسباط إتناشر طريق مشى فيها بنو إيه مشى فيها بنو إسرائيل وبعضهم قال كان يعني طريقا واحدا وهناك حكايات كثيرة يعني لا مجال لذكرها الآن المهم أنها كانت طرق أو طريق المهم أن بني إسرائيل جاوزوا الإيه جاوزوا البحر أما الفراعنة فالتقم البحر أو عاد البحر كما كان عليهم قال الله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير وأن يخرج وأمر موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وكان طريقا وأمره الله سبحانه أن يسلك الطريق وأن لا يخاف لا تخاف دركا أي إلحاقا من هؤلاء أو لحوقا منهم ولا تخشى أي من القتل أو من السير في هذا الطريق فالبحر لن يعود كما كان إلا إذا أمر ربك وربك الذي أمرك أن تضرب البحر بعصاك إذن لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم المياه يعني أغرقت هؤلاء الجند وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون عليه لعنة الله من بداية الأمر وهو يضل القوم ما هدهم مرة لصواب ولكنهم أيضا كانوا سفهاء كانوا أغبياء ما نظروا إلى فرعون هذا المخلوق الضعيف رأوا أنه تكبر وأنه تجبر وقال أنا ربكم الأعلى كانوا قوما فاسقين فاستحقوا أيضا ما هم فيه ولقد فتنا قال الله تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيم الله تبارك وتعالى امتن على بني إسرائيل بأن نجاهم من هذا العذاب وأيضا لما ارتد قوم فرعون ولما كفر قوم فرعون أهلكهم الله عز وجل قال سبحانه أن جينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ننتقل إلى مشهد آخر صوره لنا القرآن ألا وهو مشهد موت فرعون نقول أن موسى عليه السلام أكثر نبي ذكر وقصته في القرآن قصة كبيرة وعظيمة وطويلة وتكررت في آيات كثيرة حتى قال بعض أهل العلم كاد القرآن أن يكون لموسى أي أن يكون متحدثا في كل آياته عن موسى عليه السلام فالآيات تتحدث عن الأحداث من أكثر من جهة تعالوا بقى نشوف فرعون هذا الطاغية الظالم المتجبر كيف مات عليه لعنة الله يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى أي ما خرجوا في أثرهم إلا لظلم وإلا لعدوان ما خرجوا ويرجون لهم خيرا حتى إذا أدركه الغرق خلاص فرعون بيموت خلاص بيغرق قال آمنت يجي واحد برضو وده حصل يعني يجي واحد مخ ودخين كده وقال خلاص هو ده فرعون آمن يعني خلاص هو قال آمنت قال إيه آمنت طيب هل هو آمن؟ الجواب طبعا لا فرعون لم يؤمن فرعون لم يؤمن ولابد أن أنت تنتبه لمثل هذه القضايا المنافقين كانوا بيقولوا إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله دول إيه المنافقين الله أعلم بما في قلوبهم طيب اللي كانوا بيقولوا دول اللي هم المنافقين يعني اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طيب ده هم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبيصل في المساجد ويعني ما شاء الله عليه إلا حصل هذا لم يؤمن فقط هذا هذا هو النفاق إن تخرج كلمة من اللسان لا ينعقد عليها القلب فهو قال حتى لم يقول هذا الشقي أشهد أن لا إله إلا الله لا 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 قال آمنت بما آمنت به بني إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن في هذه اللحظة لا يقبل الإسلام العبد تقبل منه ما لم يغرغر روحه بتطلع خلاص أغلقت صحيفة العمل يعني هو لو قال في هذه اللحظة تبت أو آمنت أو كذا وهو خلاص روحه تخرج هذا إيه هذا أغلقت صحيفة عمله ولذا قال الله له قال الآن دلوقتي كنت فين قبل قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لأن الجماعة اللي ما بفهموش المخوم تخين قالوا إيه ده فرعون إله إزاي لا ده هو بقى يعني نزل في قاع البحر طلع في السماء المهم من ده فنجى الله بدنه ليكون آية هذا فرعون هذا الذي يقول أنا إله أمام أعينكم ميت ميت كما ولد فإنه يموت وهذا ليس بإله وإن في ذلك له لا آية قال جبريل عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وغيرهما قال من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة جبريل عليه السلام كان يأخذ من إيه حال البحر من الطيم فيضع في فم فرعون حتى لا ينطق الإيه حتى لا ينطق الشهادة من جرم ومن عظيم ما فعل ففرعون عليه لعنة الله هذا يعني من أئمة أهل النار يقدم قومه يوم القيامة فأغلقت صحيفة هذا الرجل على كفر عظيم عليه لعنة الله ونجى الله موسى مع بني إسرائيل لننتقل إلى مرحلة جديدة في حياة موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام ختاما أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير غفر الله لنا ولكم أحبتي قولوا قولي هذا استغفروا الله لي ولكم هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الكون في هذا الوجود عجائب الله تزكي العقول وتذهل الأقصار كن مؤمنا متفكرا في صنعها ترجمة نانسي قنقر